عمرك أكبر من 45 سنة وما عندكش أي أمراض يبقى لازم تفحص السقر على الأقل مرة كل ثلاث سنين يا دكتور بقولك ده أنا ما عنديش أي أمراض الحمد لله أيوة أنا عارف برضه هتفحصه مرة كل ثلاث سنين مش عجبك الكلام صح؟ طيب إيه رأيك بقى أنهم غيروا الكلام ده من سنتين وقالوا أن لو عمرك أكبر من 35 سنة مش 45 وبرضه ما عندكش أي أمراض لازم تروح تفحص السقر مرة كل ثلاث سنين ليه بس كده يا دكتور؟ ردوا قالوا أنت مش ملاحظ الناس اللي حواليك ولا إيه ده الشباب بقى عندهم السقر زمان كنا بنقول مرض السقر بيجي لكبار السن لكن دلوقتي أصبح منتشر أيضا في الشباب الحمد لله يا دكتور أنا عمري أقل من 35 سنة فلت الحمد لله هقولك تعالي مؤشر كتل الجسم الكام عشان لو أكتر من 25 وعندك أي حاجة من الثمان حاجات اللي حقولهم دول هعملك معاملة الشخص اللي عمره أكتر من 35 سنة وهلزمك تفحص السقر على الأقل مرة كل 3 سنين طب ونحسب مؤشر كتل الجسم إزاي يا دكتور؟ هقولك هتقسم وزنك على طولك بالمتر تربيع يعني مثلا لو وزنك 91 كيلو وطولك متر وتمانين يبقى 91 على متر وتمانين تربيع يطلع 28 يعني مؤشر كتل الجسمك أكتر من 25 هل معنى كده لازم تروح تفحص السكر مرة كل 3 سنين؟ هقولك لأ طالما ما عندكش أي حاجة من الثمان حاجات اللي حقولهم دلوقتي لكن لو عندك حاجة واحدة منهم هعملك معاملة الشخص اللي عمره أكتر من 35 سنة وقولك افخص السكر مرة كل 3 سنين حتى لو كان عمرك 20 سنة إيه بقى الثمان حاجات اللي أنا عمال أقول عليهم دول رقم واحد لو عندك ضغط اتنين لو عندك تاريخ مرضي بالأمراض القلبية ثلاثة لو مش بتمارس أي رياضة ودايما قاعد شغل على المكتب وما أكتر الشباب اللي موجودين اليومين دول بيعملوا كده أربعة لو والدك أو والدتك عندهم سكر نعطيني وللأسف معظمنا آباءنا وأمهاتنا عندهم سكر خمسة لو الدهون السلسية عندك أكتر من 250 أو الكوليسترول الجيد أقل من 35 وللأسف معظمنا إما عنده دهون سلسية مرتفعة أو كوليسترول جيد منخفض لأن كل أكلنا غير صحي ومش بنمارس الرياضة ستة لو حضرتك كان عندك تكيّس في المبايد سبعة لو ولدت طفل قبل كده وزنه كان أكتر من 4 كيلو أو كان عندك قبل كده سكر أثناء الحمل كل السبع فئات دول كتل الجسمهم لو أكتر من 25 لازم يروحوا يفحصوا السكر على الأقل مرة كل 3 سنين حتى لو كان عمرهم أقل من 35 سنة بس أنت قلت يا دكتور أنهم 8 حاجات مي السبعة هقولك شاطر كده أنت مركز معايا الفئة رقم 8 هي أن لو مؤشر كتل الجسمك أكتر من 25 والسكر التراكمي عندك أكتر من 5 و 7 من 10 أو السكر الصايم أكتر من 100 أو السكر الفاطر اللي بعد الأكل بساعتين أكتر من 140 هنا مش هقولك لازم تفحصوا مرة كل 3 سنين ولكن هقولك لازم تفحصوا على الأقل مرة كل سنة لأن كده حضرتك في مرحلة اسمها مرحلة ما قبل السكر وفي أي وقت ممكن لقدر الله تتحول لمريض سكر طالما مش بتعمل حمية ولا رياضة السكر معدش مرض كبار السن السكر بقى مرض الشباب أيضا ولو عايزين تعرفوا أدوية علاج السكر والسمنة الجديدة شوفوا الحلقة اللي ظهر أمامكم وتابعوني على اليوتيوب والفيسبوك والتيك توك حازم منوري حييكم والسلام عليكم